بعد ساعات قليلة من إسقاط المدمرة الأمريكية يو اس اس كارني التي تعرضت لهجوم من قبل ميليشيا الحوث الإيرانية في اليمن قامت قيادة الجيش التابعة للشرعية بأول تحرك عسكري وفي هذا السياق قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز بزيارة لقوات خفر السواحل المرابطة في ميناء ميدي بمحافظة حجة خلال الزيارة نم رئيس هيئة الأركان بالاستماع إلى تقارير حول الوضع الميداني والعملياتي لقوات خفر السواحل ومستوى كفاءتها وجهزيتها في تنفيذ المهام الموكلة لها كما نقل بن عزيز تحية القيادة الرئاسية لجميع القادة والأبطال مؤكدا على أن القيادة العسكرية والسياسية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان تعمل بجدية على تطوير قدرات القوات البحرية والدفاع الساحلي وتأهيلها لأداء واجباتها الوطنية والدستورية بكفاءة وثقة وقد ثمن رئيس هيئة الأركان جهود قوات خفر السواحل في حفظ الأمن الوطن والقومي ودورها الفعال في تأمين المياه اليمنية والممرات البحرية الإقليمية ومكافحة التهريب ومواجهة مخططات جماعة الحوثي وداعمتها إيران التي تسعى لزعزعة الأمن الإقليمي والعالم وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية اشتركوا في القناة